اتخذت السلطات الموريتانية في قرار بتشديد إجراءات الرقابة على الحدود مع دولتين مالي والسنغال لمنع وصول حالات عدوى بفيروس اليابولا الفتاك وبحسب ما أفادت بعض المصادر فإن بعثات من وزارة الصحة الموريتانية تجوب المناطق الحدودية بين موريتانيا ومالي وموريتانيا والسنغال من جهة أخرى وفي طريق تشديد رقابة على الحدود قررت سلطات الموريتانية إغلاق الحدود مع جمهورية مالي كل يوم ابتداء من السادس مساء وحتى ثامن صباحا قالت منظمة الصحة العالمية أن فيروس اليابولا الذي يسبب الحمى النازفية ينتشر بسعة في العديد من دول إفريقيا وقد أوضى حتى الساعة بحياة ألف شخص تقريبا وشاء في بيان المنظمة أن انتشار هذا المرض بشكل سريع وقطورته تقتضي رفع حالة طوارئ عالمية دعية إلى خلق مسام مناعي دولية حديثة لمكافحته والوقاية منه وحالة دعية هذا المرض وتفاصيل المشهد نتابع الفيديو التالي فيروس إيبولا في إفريقيا بعدما قرعت منظمة الصحة العالمية ناقوس خطر الإيبولا وإعلانها عن توافر طواقمها لإعلان حالة طوارئ عالمية لمواجهة خطر الفيروس ودعوتها لرد دولي منسق لمواجهة انتشار الوباء حملت الكثير من الدوائر المختصة التحذير على محمل الجد نسبيا في بعض الدول من العالم أما عن البعد التأثيري العملي بشكل كامل لمثل هذا الإعلان من منظمة الصحة العالمية فلا يمكن التنبؤ بمدى التجاوب معه حيث أن إعلانا مماذلا صدر بخصوص شلل الأطفال بدأ غير مؤثر ولم يؤدي إلى الإبطاء من سرعة انتشار المرض آنذاك فيروس إيبولا سيزداد انتشارا على الأرجح خلال الأشهر المقبلة هذا ما أضافته المنظمة أيضا في بيانها بالخط العريض والذي دعت فيه إلى إعلان حالة طوارئ محلية في الدول الإفريقية الأربعة التي أصابها الوباء وهي غينيا وليبيريا ونيجيريا التي أكدت اكتشاف إصابتين شديدتين بالفيروس القاتل يوم أمس ما يرفع العدد إلى تسع إصابات مؤكدة في هذا البلد بينها اثنتان قال تلتان والبلد الرابع هو السيراليون المنظمة قالت أيضا أن التفشي الحالي للوباء هو الأسوأ في غطون قرابة أربعين عاما منذ اكتشاف أول حالة إصابة بشرية به فيروس إيبولا المعروف بحمى الإيبولا سابقا اكتشف لأول مرة سنة 1976 في بلدة صغيرة تسمى كيكويت في الزائر وهو مرض فيروسي خطير يصيب الإنسان وبعض أنواع القرون ظهرت أنواع مختلفة منهم سببة أوبئة تكون نسبة الوفيات فيها من 25 إلى 90% وكان وباء إيبولا قد بدأ في غينيا في شهر مارس الماضي ومذ ذلك الحين تشر في سيراليون وليبيريا وقتل الفيروس ما يقرب من ألف شخص حيث بلغت معدلات الوفيات حوالي 50% بين الحالات التي أصيبت به فما هو دور الجهات المعنية في أخذ الحطة والاستعداد لتحدي إفريقيا الجديد كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم توصل إلى أي لقاح لتحصين من هذا المرض الوبائي حتى الآن وفي سياق متصل قلت منظمة الأبحاث الطبية تابعة للاتحاد الأوروبي يوسانبي أن حوالي 12 دولة إفريقية من بينها موريتانيا والمغرب والجزائر مهددة بخطر انتشار حمى الوادي المتصدع للمرة الثانية في غضون أقل من سنتين وجاء تحذيرات المنظمة الأوروبية هذه في نشرية بثتها صحيفة الخبر الجزائرية وتحدثت الصحيفة عن نفوق رؤوس من المواشع لحدود الموريتانيا مع الجزائر فيما لم تعلن السلطات الموريتانية بعد عن أي إصابة